النهاردة الفيديو مختلف تماما عن كل مرة هنعمل النهاردة الصابون بتاع الموعين من غير زيت خالص لا زيت نظيف ولا زيت مستعمل هنعملها بمكون مشاء الله حلوة قوي وزي من شايفين قد شكل الصابونة بتلمع وشكلها حلوة قوي لان فعلا كانت نشفة جدا حتى بعد الاستعمال وجربتها معاكو في نهاية الفيديو ومشاء الله رغبتها حلوة قوي والصابونة متصلبة جامد يعني بتنشاف معاكو في نفس اليوم وكل ده انواع صابونة انا عملتها معاكو قبل كده على القناة عملنا صابونة الجذر عملنا صابونة بحليب جوز الهند عملنا صابونة الشاور صابونة للموعين كتير او بانواع كتير يعني مشاء الله ما تعدوش يلا نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وكمان لو قالوا مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل الجديد هنا معايا معلقة كبيرة من السكر طبعا احنا عارفين ان السكر بيزاود الرغوة وهنا معايا اقل من نص المعلقة من ملح اللمون ما تكتريش علشان لو كدر بيقلل الرغوة ومعايا كمان هنا ربع كباية من المياه ما نكترش مياه علشان كل ما نكتر المياه في الصابون كل ما الصابونة تبقى معنا طرية وصعب انها تنشاف وطبعا لو بنحط اي اضافات تانية على الصابون سويل زي ما قلنا صابون سيل او برسجل بنقلل من كمية المياه ولازم بقى نقلب السكر كده زي ما نشايفين لحد ما يدوب خالص ما تسيبلوش اي اثر لان لو فضل لو حباية واحدة بس من السكر بتفضل زي ما هي في الصابونة ما بتدوبش خالص بعد كده وهنا كمان هنحتاج معلقتين كبار مليل بطاس او الصودة الكوية او هيدروكسودو السوديوم في الجزائر اسمه دبشار وفي سوريا اسمه اطرونة او كاترونة هندوب كده زي ما نشايفين ولازم نكون لابسين جوانتي ولابسين كمامة علشان زي ما نشايفين الابخرة قدامك دي بتكون صعبة او خاصة لو عندك مثلا حساسية فهتأذيك كتير فعلشان كده لازم المكان اللي تكون شغالة فيه يكون جايد التهوية يعني لو عندك شباك فتحية عندك شفاط كده يعني وتكون عاملة احتياطاتك علشان الرياح دي بتكون صعبة او هنقلبها بقى ونسيبها على جنب لحد ما تبرد خالص يعني ما نشتغلش بيه غير لما تبرد معانا تماما ما تستعجليش وتشتغل فيها علشان بتخلي ريحة الصابون معانا مش كويسة ممكن تديك نتجة عكسية يعني يطلع معاك الصابون مش مزبوط هنا بقى المكون بتاعنا النهاردة وهو الدهن الحيواني او الدهن مثلا بقري او جموسي طبعا كلنا كده لو بنشتغل لحمة من عند الجزار اكيد بيجي معانا قطعة من الدهن بتحوشها بقى في الفريزر وبعدين بتاخديه وتقطعها قطعة صغيرة وبتحطوها على نرها دي بيبدأ يدوب معاك بكل بساطة وبعدين بقى بتاخديه تصفيه طبعا ما بيفضل شوية بتلاقي بدأ يتجمد زي ما انت شفت كده لان الجو برد هو طبيع اصلا الدهن بيتجمد هنا اخدت كمية الدهن اللي موجودة معايا ودوبتها على النار لحد ما بقت يعني نتحمل الحرارة بتاعتها يعني لو حطيت في صبعك كده هتتحمل الحرارة لكن ما يكونش برده دافي بس لازم يكون بادئ ان هو يدخل على سخونة شوية لان لو كان بارد هيتجمد معاك بسرعة قبل ما تشتغل بيه هنا الكمية اللي معايا جات بالضبط كوباية ولو لقيت كوباية عندك مش كاملة ممكن تزودها بزيت مستعمل عادي خالص برضو مفيش اي مشاكل وهنا زي ما انت شايفين قد البطاس برد معايا وهو شكله عامل كده علشان احنا حطين معلقة كبيرة من السكر فهي بتبقى معايا قومها بالشكل ده فمفيش اي مشاكل خالص هنا بقى ناخد الكوباية الدهن وهننزل بيها على البطاس وطبعا زي ما قلنا بتاخد بالك لازم كوباية الدهن دي تكون مستخانة كويس يعني يدوب تطيئة حطي ايديك فيها يعني لو لما استهب صبعك كده تتحمل الحرارة لكن لو هي كانت دافية شوية صغيرين ممكن مجرد ما تحطها كده في الطبق على البطاس قبل ما تقلبها تكون جمدة معاك فعلشان نتجنب ده لازم تكون يعني هي سخنة سنة شوية يعني فاهمين طب لو ده حصل وجمدة معاك بعد ما حطتها كده على البطاس هتغذيها وتفضيها وتحطها على النار يدوب تدوب الدهنة تاني يدوب بس معاك وبعدين بتنزلها من على النار وبنشتغل فيها عادة خالص مفيش اي مشاكل وهتطلع معاك مزبوطة جدا انا بس بقولك عن حاجات اللي ممكن تقبلك كده تمام هنقلب زي ما انت شايفين كده وعلى فكرة الدهنة ده بيتصبن بسرعة جدا اسرع من الزيت بكتير هنا بقى معايا معلقتين كبار من البرسل الجل زي ما انت شايفين مش هقطر اكتر من معلقتين انا حطيت كده بالنظر معلقتين بس كبار لان لو قطرنا كمية البرسل الجل او لو هتحط صبون سايل اي حاجة من الاثنين بتلاحظي ان الصبون بتبقى معاك ملمسها طري مهما نسبتها تنشف بتلاقيها يعني طرية شوية طبعا بتحط بقى المعلقتين برسل جل او صبون سايل اللي متاح عندك بس انا علشان البرسل الجل عندي روحته حلوة شوية فانا حطيت منه زي ما انت شايفين علشان يعني يغطي شوية على رحة الدهن اللي موجودة ولو لاحظتوا معايا هنا ان ما شاء الله الدهن بيتصبن اسرع من ان احنا بنعمل بالزيت يعني لما بنعمل الصبون بالزيت بياخد وقت في التقليب شوية عن الصبون اللي بيكون حطين في دهن او وعملينه بالدهن هنا حطيت كمان معلقة صغيرة كده ممسوحة من الكربوناتو طبعا ما قطريش هي معلقة يعني اعتبر نص معلقة صغيرة مش معلقة اللي انا رحط طبعا مسوحة طبعا ما قطريش لانه برضو بتخلي الصبونة كون طرية يعني لو قطرت الكربوناتو بيخليها طرية واخد بالك كمان ان الكربوناتو وملح اللمون اللي احنا بنعملهم في البيت بنكون حطين فيهن نسبة ملح كبيرة اوي فما ينفعش نجمعهم الاثنين في صبونة واحدة علشان بيقضع على الرجوة تماما سواء صبون سيل او صبون قطع فعلشان كده انحطيت ملح اللمون اللي انت عاملا في البيت بتحط كربوناتو اللي انت شارية من بره هنا بقى المقام بتاعنا اللي بيخلي ريحت الصبونة حلوة اوه كمان بيزود الرغوة وبيشيل الدهنان اللي في الصبونة وهو معلقة كبيرة من المسحوق البودرة بس بيكون مسحوق غسالة عادية مش اوتوماتيك علشان طبعا برضو المسحوق الغسالة الاوتوماتيك بيكون مفيش فيه رغوة فعلشان كده هيقل الرغوة في الصبونة وطبعا علشان الصبونة ده اللي احنا عاملونا من الدهنة بيتصبن بسرعة او قومه بيتقل بسرعة احتمال كبير ان المسحوق ما يدوش فما فيش اي مشاكل اللي بيكده في الصبونة ولو فضل في حوابات ما فيش مشكلة خالص هو ريحته كده كده بتبقى جميلة وبيساعد على الصبونة تنشف معاك أسرع هنا بقى في الوقت ده بنكون مجهزين للأوالب علشان اللي الصبون ده بيجمد بسرعة جدا يعني هتلاحظوا معايا دلوقتي لو انا سيبت بواقي كده في الطبق سوان بس بتلاحظي ان هو بدأ يلزق في الطبق ويتجمد فعلشان كده بتكون سريع ومجهزة لأوالب اللي هتحط فيها وعلى فكرة الصبون ده مجرد ما هتعبئه قدامك كده هتلاحظي ان هو نشف في سواني يعني مجرد ساعة واحدة هتلاقي الصبونة بقى الجمدة في القلب لان الصبونة الدهن ده بينشف بسرعة خالص عن اي صبون هنا عبته زي ما هتنا شايفين كده وبعدين باخده اخبطه على الرخامة علشان املى الفراغات من تحت وهنسيبه بقى لحد ما ينشف ونرجع نشوف شكله شايفين البوائل اللي فضلت معايا في الطبق على ما نزلناها بدأت النية تجمد ومتكتلها هنا على وش الصبونة لو لاحظتوا معايا فعلشان كده زي ما قولنا تكون سريعة كنت استنيت بقى لحد تانيوم وبدأت ان انا صور كانت الصبونة معايا نشفة جدا وعلى فكرة هي نشفت من اول يوم بس انا يعني ما صورتش كده تمام هنجرب مع بعض برضو الروا بتاعت الصبونة وهوركوا ان هي فعلا ما بتبش وانت بتستعملها في المية زي الصبون اللي احنا بنعمله من الزيت المستعمل او من الزيت عامة يعني انت ممكن كمان تجمعي كمية الدهن اللي موجودة عندك وبعدين لما نيجي نعمل زيت مستعمل بنحط عليه الكمية بتاعت الدهن هيخلي الصبون ينشف معاك اسرع وكمان بيخلي الصبونة شكلها زي ما انتوا شايفين كده بتلمع ونعمة جدا هنبدأ بقى مع بعض نجرب رغوة الصبونة ونشوفها عاملة معانا ازاي هي اصلا علشان هي نشفة جدا انا علما جيت ابر بها كده طولت علما رغت بس فعلا رغوتها جميلة جدا يعني هي ما رغتش على طول علشان كانت نشفة قوي بس زي ما انتوا شايفين قدر رغوة بتاعت الصبونة ومشاء الله حلوة اوي يعني انصحكم ان انتوا تجربوها وعلى فكرة كمان الصبونة بعد ما حطتها في المية تحس ان ملمسها نعم جدا ما بتبش بسرعة زي الصبون اللي احنا بنعمله من الزيت عامة يعني ان كان زيت مستعمل او زيت نضيف مشاء الله شايفين ملمس الصبونة عاملة ازاي بعد ما تبلت مية اتمنى بقى لو كان الفيديو عجبكم متنسوش تحطوا لايك وكمان لو انت قول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وضغطوا على كلمة الكل علشان تكون اول ناسي وصلها فيديوهاتي اشتركوا في القناة